اشتركوا في القناة حب النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحصل عليه أن نعرفه ونعرف مدى التضحيات الجسام التي قدمها في طريق دعوة الخلق إلى الله ضح بكل شيء فلم يبتل أحد بما ابتلي به رسول الله علاش؟ لأن إحداث التغيير في البيئة يقدره كل مهلس لكن تغيير العقول والأفكار دونها العقبات والعقبات إذا وجدت عم أبي عم رسول الله وهو يخرج إلى الأسواق ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحه وعمه من ورائه يتبع أثر خطواته يقول للناس لا تصدقوا فإنه ابن أخي كذاب ولو كان فيه من خير لكنت أنا أول من يتبع إذن فقضية تغيير الناس وتغيير طبائع الناس وتغيير أفكار الناس وتوجهات الناس ليس بالأمر الهيئ ولذلك تبتعرفون أن أعظم استثمار يمكن أن يجعل الأمة في طريق الإقلاع الاقتصاد السياسي هو الاستثمار في الإنسان أن يسلح الإنسان بالعلم بالوعي باليقظة أن يكون حاضرا أن يعرف المنطلقات والثوابت أن يعمل لغاية هي وجه الله أن يتحرك من المنطلق إلى الغاية وفق رؤيا واضحة بمراحل وأولوليات مستعينا بسنة التدرج ولو كان ذلك الأمر مع خير خلق الله وأعظم الناس تأثيرا في الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خرج أبو سفيان وكان من أشد الناس عداوة للنبي بعد هزيمة بدر خرج إلى صديقه هرقل في الشام وهناك دهاقنة واقفون وهرقل جالس على كرسي عرشه واستقبل صديقه أبا سفيان ولأن الإعلام حينها كان يقوم به الشعراء ورجال الفكر وأعيان الأقوام وصل خبر النبي فداهم كرسية وهو لا زال صلى الله عليه وسلم لم يواجه الروم في معارك مباشرة لكن كان يتحسسون أن النبي لا بد أن يصل فكان هرقل يريد أن يقتل هذا الأمر في مهد فيجهز العرب الشام غسسسنا وكثير من هذه القبائل ثم يشير فيها العمل وفق ما يراه حماية للقومية العربية في الشام حتى لا تباغتها محمد بل تظل تعطي الولاء الكامل لهرقل وسنرى أنهم سيجمعون جموعا يريدون أن يهجبوا على المدينة فباغتهم النبي في مؤتة في تخوم البلقاء فأراد أن يعرف من هو هذا الرجل الذي خرج في مكة وراح إلى المدينة وصار رقما صعبا هو الخبر الوحيد الأول على رأس كل الأخبار وحكذا الإسلام في كل وقت الإسلام في كل وقت هو المادة الدثمة المتناولة من قبل رجال الفكر والفلسفة والعلم والاقتصاد كلهم كلهم يهتمون لأن هذا الدين لامس جميع مجالات حياة الإنسان مادة معنى روح اقتصاد سياسة كل شيء كل شيء الإسلام حيرهم في نسخته الأخيرة قال له إني سائلك أسئلة وأريدك أن تصدق معي قال له أنا ما شربت من كذب قط حتى وهم في الجاهلية العرب لأن الله يعرف القوم الذي يصلح للرسالة فكانت فيهم بقية من هذه الأخلاق التي تجعلهم مؤهلين لحمل رسالتي منها الصدق قال له طبعا سأسألك سؤال أول هذا الذي خرج فيكم كيف نسبه فيكم قال من أشرفنا نسبا وماتدا من أوسط الناس من أوسط الناس نسبا سؤال ثاني هذا الذي يقوله لكم هل سبق أن قال نفسا الذي قاله محمد رجل من قبل خرج فيكم قبل محمد يقول هذهك الآن نبي قال لا 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 ما خرج فينا قبل محمد من يقول هذا الأمر سؤال ثاني ثالث محمد الذي خرج فيكم يقول أنه نبي ورث الرسالات عن الرسل السابقين هل يعرف في أجداده ملك هل كان أبوه ملكا أو جد قال لم يعرف البلك ولم تعرف عائلته البلك قط سؤال ثالث الرابع هذه القضية ديال من دياله وديال عائلته وديال الطموحات السياسية في عائلته ما كانش الرابع ما يتعلق بشخص هل جربتم عليه كذبا قط قال ما جربنا عليه من كذب قط الصدق يوصل الصدق يوصل الصدق يوصل ولو صدق الله لكينا خير لهم يا أيها الذين عملوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال هل يغدر هل يغدر قال لا يغدر قط حتى في الهجرة ترك علي بن أبي طالب وقد استأمناه على أمانات ورغم ما صعنعنا له وأظهرنا له العداوة ونفذنا عداوتنا في أبشع صورة هجرنا أخذنا أموال أصحابه قتلنا أصحابه هجر ومع ذلك ترك علي مكانه وقال له لا تلتحق بي حتى تؤدي الأمانات إلى آلها لا يغدر لا يخون الأمان هذو خمسة مش الأتباع أتباعوه أتباعوه قضية الطغيرة مش هي دي لكينتها ولا دي لعائلتك وقال الأتباع أتباعوه من؟ الكبراء أم المستضعفون والفقراء والمحرومون قال جل أتباعه المستضعفون يا الله السادسة قال أه يزيدون عم ينقصون حينما صب عليهم العذاب صبا قال يزيدون معزديا دي الأيام ما نقصوا قبل الثالث فالأتباع هل خرج من دينه أحد دخل فيه من قبل سخطة على الدين بعد أن دخل ورأى في الدين ما لم يعجبه قال لم يخرج من دينه أي مؤمن دخل إليه سخطة في الدين الذي دخل إليه يا أخو يا أخو لا إله العظم سؤال القادم قاتلتموه نعم كيف كان القتال بينكم قال يا الله يدول علينا وندول عليه ننتصر عليه مرة وينتصر علينا أخرى فالمعركة بيننا سجال يوم لنا ويوم علينا قال فبماذا يأمركم ما الذي يأمركم به قال يأمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الآلهة والأرباب في الأرض ويدعونا إلى الصدق والأمانة وصلة الأرحام وينهانا عن الفحشاء والمنكر ينهانا عن الظلم وعن أكل أموال اليتامة عن الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصاري قال قال والحق ما شهدت به العداء إن كان الذي قلته يا أبا سفيان هو عين الحقيقة لم تزد فإني على يقين أنه سيملك الأرض التي تحت قدم أي الشام ثم قال لا لو علمت أنني أخلص إليه أذهب إليه وأصل إليه لغسلت تحت قدمي أي لصرت عبدا أخدم محمدا الله خبر أغلق الأبواب فأغلقت الأبواب قال له سألتك عن نسبه فقلت هو أشرفنا نسبا وكذاك الأنبياء يختارهم الله من أطهر الأصلاب لم تخالط أنسابهم دنس الجاهلية أبدا يأتون من نكاح لا من صفاعة من آدم إلى أن حملته أمه آمنة بزوجها عبد الله قال عليه الصلاة والسلام أنا خيار من خيار من خيار منذ آدم إلى أن حملتني أمه ولذلك فإن بعض المفسرين فسروا قوله تعالى في كتابه الكريم قد نرى تقلبك في الساجدين أي نرى انتقال أصل خلقتك في أصلاب الرجال من آدم وأرحام النساء إلى أن خرج من صلب عبد الله وانتقل إلى آمن سألتك هل في قومه من دع الناس إلى ما يدعو محمد إليه قال لا فقلت لا فلو قلت نعم لقلت هذا رجل يأتسي برجل من قومه أي اتخذ أحدا أسوى موضى موضى كانت في القوم يلوه دارها لكن لما ما كانتش هذه مسألة جديدة لا يجرؤ على أن يقولها أي إنسان لا يمسأل رسول حاجة كبيرة ما كلش سألتك هل كان في أجداده من ملك قلت لا فلو قلت نعم لقلت رجل يطالب بملك أجداده لو قلت نعم كان في أجداده ملك لقلت إنه رجل يطالب بمه من يرث ملك أجداده وسألتك هل جربتم عليه كذبا قلت ما جربنا عليه من كذب قط وكذلك الأنبياء لا تكذب بل قال هالكلام حكمة جراها الله على لسانه رقا فقلت ما كان ليذر الكذب عن الخلق ويكذب على الخالق لا يكذبش تال الخلق يكذب على الخالق اللي صدق معربي ما يكذبش على الناس ما يغرش الناس أبدا أبدا هل يقدر قلت لا يقدر وكذلك الأنبياء لا تخفر ذمة ولا تغدر ولا تكون أمانة ولو قطعوا إربا إربا مبادئهم جوهروا شخصياتهم لا يبيعون المبادئ لا يحولون الحياة إلى سوق تداس فيها المبادئ ويسفح فيها دماء الشرف أبدا فسألتك أتباعه الكبراء أم مستضعفون فقلت المستضعفون وكذلك أتباع الأنبياء ما نرى تبعك إلا الذين هم أراضل يا بالي الرأي هؤلاء هم أتباع الأنبياء قلت يزيدون أو ينقصون قلت يزيدون وكذلك الأمر حتى يتم لأن الله يأبى إذا أرسل رسوله إلا أن يتم إبلاغ رسالته عن طريق أتباعه فقلت هل فيهم أي من أتباعهم من خرج من الدين بعد أن دخل فيه سقطة على شيء في الدين لم يعجبه قلت لا وكذاك إذا خالطت بشاشة الإيمان قلوب الناس هذه حكمة كبيرة قالها يا رقل إذا خالطت بشاشة الإيمان قلب العبد أبداً لن يترك الدين أبداً أبداً ثم سألناك كيف كانت المواجهات بينكما بين محمد وبين المشركين فقلت سجاج ينتصر وينهزم وكذلك الأنبياء يربيهم الله في الهزيمة على أن لا يهونوا ولا يستسلموا ولا يحزنوا ما داموا متمسكين بالمنهاش متمسكين بربهم وبدينهم وينتصروا ليشكروا الله على نعمة فضل الله تعالى عليه وسألتك إلى ماذا يدعو فإذا به يدعو إلى مكارم الأخلاق وإنما يبعث الأنبياء دائماً لإتمام مكارم الأخلاق بالله بيباد فأغلق الأبواب ما رأيكم وأنتم تريدون عز الدنيا والآخرة أن نخلص إليه ونؤمن به أليس هو الذي بشر به عيسى وعده 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 ما ربي 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 ومقتنع هذا إنسان عنده العقل هذا إنسان فكر فإذا بالدهاقنة يموجونك الحمر يهيجون ماذا تريد ماذا تقول أتكثر بربنا يسوع ماذا تقول فهاجوا هياج الحمر المستنفرة فوقفه وابتسم ابتسامة عريضة وضحك وقال لا تحزنوا إنما امتحنتكم فقط لأرى مدى صلابة دينكم ووجدتكم أهلا للثبات على دينكم فهكذا فكون فسكتوا فأطفأ نار الهياش هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفاته وصفات أتباعه وهذه مقومات رسالته وهذا هو زاده في طريق الدعوة إلى الله لإخراج الناس من الظلمات إلى الدور قوة الحجة حج القوم هذا أراد أن يؤمن ويأخذ الجميع إلى الإسلام ويربحون الدنيا والآخرة هل يستطع استطاع لماذا لم يستطع حاشية يا أكاس هل هناك تأثير لعنصر خارجي كاي ولا ما كاي ما كاي غاولاته غادي ما كاي في مالأمريكان ما كاي في مالأوان يعبدون يطيعونه إلى درجة السجود له كانوا يسجدون له رقل ولما اختبرهم وحاول أن ينقلهم من الاستعباد إلى الحرية فيتحرروا من عبادة العباد لعبادة رب العباد لم يتركوه كانوا على وشك أن يقتلوه وهو على الكرسي يقتلوه لكن خرج منهم كالشعر من العجيم فتظاهر أنه إنما أراد أن يختبر صلابة إيمانهم ودينهم يهك يا سيدي يهك شكون هو هذا هيراقل شكون هو هيراقل عفيم الروم بابا 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 وما يقدش واسبه يقني عشكون حاشية شكون هو الحاشية على غير العلماء أغير اللي قرر الكتب اللي كنسميهم شكونهم احنا كنسميهم نخبة نخبة لم يستطع إقناع النخبة التي يتعامل معه مستشارين رجال دين المزراء لم يستطع إقناعهم لنفرض أنه هيراقل زين آمن في قلبه هل يقبل الله منه هل يقبل الله منه يقبل الله منه إذا مات على ذلك الإيمان وهو يخفي إيمان أين سيكون في أعالي الجنة لماذا لأن إظهار الدين لا يستطيعه هذا رسول الله صلوا عليه ثلاثة عشر سنة لم ينزل الله شيئا من الأحكام فمات الصحابة في مكة يشربون الخمور ومنهم من يأكلوا الربا وهم عند الله في أعلى جنان الخلد لأن المطلوب منهم في تلك المرحلة أن يؤمنوا بالله فإذا تغلغل الإيمان وخالطت بشاشته القلب أذعن القلب لله فسلم لعمر الله وحينما هاجروا إلى المدينة ونزلت الأحكام قالوا سمعنا وأطعنا فكان النبي يطوف في مكة ثلاثة عشر عاما بالكعبة وفيها ثلاثمائة وستين صنم فما تجرأ النبي بل لم يرد أبدا أن يشير إلى صنم بسوء حتى أخرج عبادة الأصنام من قلوب قريش فقامت قريش بهدم الأصنام قصن الناس اللي تربعه وها هو النبي يرسل الصحابة في السنة السابعة للبعثة أصحابه حينما لم يتحمل العذاب إلى الحبشة فقال لهم اذهبوا إلى أرض فيها مالك لا يظلم عنده أحد فذهبوا هناك وحاجة حاجة ملك الحبشة النصراني أصحاب النبي بقيادة جعفر بحضور مندوب قريش عمر بن العاص وصاحبه الذين ذهبوا في مهمة دبلوماسية وكانت لعمر صداقة راسخة قديمة مع ملك الحبشة مع النجاش لكي يردهم إلى قوم بدعوة أن هؤلاء خرجوا على قومهم وتمردوا عليهم وسفه آلهتهم فلما قرأ عليه القرآن خاصة حينما استخرج ملف عيسى عليه السلام وقرأ صورة مريم وذكر فيها كيف أن مريم حملت بعيسى بنفخة من جبريل بأمر الله بكى وبكى الدهاقنة جميعا ثم نزل من على كرسي عرشه وأخذ عودا ثم خطه في الأرض فقال إن الذي تذكره والذي جاء به عيسى يمتحان من مشكة واحدة اذهب يا أمر واخذ هدايات لن أسلمهم إليك ما دمت حيا وانطلقوا في أرضي لا يمسكم إلا مجرم إحنا ما عندناش لخبر بالله السلام ما عندناش لخبر أنبي واحد النهار صلى الله الصباح قال لهم لقد مات العبد الصالح النجاش ما صلى لله ركع ما صام لله يوما ما طبق شيئا من الشريعة بل ما عرف شيئا من الشريعة إلا شهدت أن لا إله إلا الله وهو رئيس دولة يحكمها فنوى به النبي تنويها وسن في موته سنة لا زلنا نعمل بها إلى الآن صلى عليه صلاة الغالب آه يا رب 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 وقرأوا القرآن رجل يكتم إيمانه قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله ويسير معهم في هذا الاتجاه فيشاء ربك في ملك فرعون يخرج رجل من قصره يكتم الإيمان ليرسخ وليذكر الله سيرته في القرآن إلى يوم القيامة تتشرف ألسنة أمة محمد إلى يوم القيامة بذكره وترطيب اللسان بآبق طيب رائحة ذكره فنقول مؤمن آل فرعون ونقول مؤمن غافر ونقول مؤمن ياسين وجاء رجل رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما له وهكذا وهكذا يوسف مؤمن وادخلوا إلى السجن ويأتي من الله التبريء والبراءة اتوني بيوسف ارجعوا إليه فسألوا النسوة لماذا دخلت السجن فلما برأتهم رأت العزيز قالت حاشا ما علمنا عليه من سوء خرج فاصطفاه العزيز لنفسه فقال اجعلني على خزائن الأرض أنا أعطيني غيمس أولية في الدولة دي هالك اللي ماشي مسلمة أنا عندي العلم فقط في المسائل الاقتصادية أنا فقط أقوم بهذا المجال الذي أقدر عليه لكي أفوت على مصر أزمة كانت ستأكل الأخذر واليابس وسجله الله قرآنا تتشرف أمة محمد بتلاوين لم يدعو العزيز إلى الله دعا إلى الله حينما كان في السجن حينما خرج من السجن أراد أن يعطى هذا اللي كنتسموه أنت التخصص إن شاء الله تعالى التخصص ومنين مشاء إن شاء الله هيدين الاقتصاد واش مكان المخصوص هو ابن هذا من الإنسان بغض النظر عن دينه ولا عن إيمان عن الإنسان أردوغان حينما جاع إلى السلطة لم يرفع شعار الإسلام قط بل دافع للعلمانية وصار يعمل لتحقيق ما جاء به الإسلام دون الحديث عن الإسلام فلا يهم الأسماء إنما المضامين يريد إشاعة العدل يريد محاربة الفساد يريد إحقاق الحق يريد أن يقف مع الضعيف يريد يريد أي المساء الكبرى المقاصد الكبرى التي من أجلها جاء الدين يصدق لا يكذب أمين لا يخون يلمسونها ليست شعارا يقولها المسؤولون وحينما تعتل الواقع تجدوا واقعا وممارسة تعاكس كل هذه الشعارات التي يرفعها الكثيرون كفر الكلام على أن مرسي كان رجلا ضعيفا ولم يحكم بشريعة الله ليت ليت يعني أنت الذي تقول ذلك المسلمين هم اللي يقولوا يقولها الخري يقولها حزب النور فضحك الله بعد سنة من الانقلاب فإذا بك تترك كل ما كنت ترفع شعاره فكنت تقول للناس أنا وجودي هنا وكانوا يكفرون الديمقراطية فاستحلوها فلما استحلوها قالوا إنما دخلنا للسياسة لاعتبارات كبرى من أهمها مقصد ترسيم الإسلام كبند ثابت في الدستور فانقلب السيسي عليه ونازلوا يعطونا لأنفسهم الأعبار وكانوا يصرخون في السيسي في المرسي إنك سمحت للشيعة إنك لم لا تحكم بالإسلام فر فر رمزان قام وسائل قوة اللي كنسموها هما كنسموها الوسائل تعالقوة كنسموها القاهرة القوة القاهرة اللي هي الجيش اللي هي الأمن اللي هي المخابرات اللي هي الاقتصاد اللي هي الإعلام ما عنده احتشي حاجة وأنت تطالبه بما ليس في طاقته لماذا لا يقف الشعب معه لكي تكون قوة بجانبه فإذا بأول من يخذله هم المسلمون الملتزمون أصحاب اللحة لماذا؟ لأنهم لا يعرفون حقيقة الدين ولا يعرفون أن هذا الدين ليس أهل الداخل من يحاربه إنهم يحاربونه في كل مكان والآلم مجتمع على أن لا تقوم للإسلام دولة مرجعيتها الإسلام تعيد الخلافة في الأرض لأنهم عانوا في تاريخهم مع الخلافة الإسلامية لأن قيام الخلافة معنى سقوط أي دولة تحكم العالم يعرفون ذلك يقولون عن أردوغان نفسه يقولون عن بن كيران نفس الشيء كان بهم غائبون المطلوب الآن من الدعاة إلى الله ومن العاملين في مجال الحركات الإسلامية أن يقفوا في هذا الظرف التاريخي فإنه واجب الوقت والعجب أن تجد من أبناء الحركات الإسلامية فلول قلهم لن يؤاخذكم أحد على مسألة النقد هذا حقكم وما هناك على وجه الأرض نظام يسمح بالشوراء والنقد كنظام الإسلام الحقيقي فقد كان المبعوث يرحمكم فقد كان المبعوث رحمة للعالمين المؤيد بالوحي ومع ذلك كان الصحابي يقول له هو أمر أنزله الله لا نتقدم ولا نتأخذ أم هو أمر الحرب والمكيدة والشوراء حينما يقول هي المسألة الثانية يشيرنا عليه فينزل على أمرهم هذا رسول الله هذه رحنا عارفنا لا ينكر عليكم أحد أن تنتقدوا وتريدون من وراء النقد وجه الله وتريدون من وراء النقد تصويب رأي أو تعرية واقع أو إشارة إلى نقطة ضعف لتتدارك لأنك بنكتك تساهم في ترشيد هذا الدين الذي وضع قدمه على أعتاب تسير دوالي بدولة جمعت جميع المجالات ثم حشدتها في طريق نصرة الإسلام ولا رأسها السياسة لأنه يصلاح سنوك يقول لك يقول لك سلاح سنوك لتنقضن عرى الإسلام عروا عروا وكلما انتقضت عروا إلا تشبث الناس بالتي تليها فأول عروا تنتقض من الدين الحكم بما أنزل الله أي السياسة الشرعية وآخر عروا هي الصلاة يجي وحلقيتك يكون في المسلمين فقط سيد الميق فنحن نطلب منكم أن تنتقدوا هذا النوع من النقد لكن لا نريد أن تكونوا أغبياء تستعملون من قبل أعداء الحركة الإسلامية وتنحازون إلى صفهم ويكون قصدكم من ذلك النقد هو أن تصطفوا إلى جانب هؤلاء عندكم فالسعيد من الطعض بغيره رغموا فهموا ألوها العدد تلك الحركة الإسلامية أعقلوا أعقلوا أيها المسلمون أعقلوا فإن الرائد لا يكذب قومه الرائد لا يكذب قومه أنا عندي مجموعة من الآراء حول سياشات كثيرة وأناقشها مع إخواني مثلا 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 وأدلي فيها بدلوه لكن أعبدا لن أكون عيابا بالله عصا بيد الآخرين يسوقون بي كثيرا من الأتباع والعوام لضرب تجربة في هذا المفصل التاريخي الهام نعطيك يا سيدي أكد تكلموا الإسلام 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 في خمس آيات في صور القرآن أربعة صور الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على قدر طاقتهم لن يحاسبك الله فوق ما تطيق أبدا فالإسلام لا يطبق جملة فعمر بن عبد العزيز قال له ابنه عبد العزيز يا أبي ما لأراك تتلكأ في تطبيق شرائع الإسلام لا أبالي إن غلت بي وبك القدور اصعل ما أمرك الله قال أشكرك على عاطفتك الجياشة يا بني 13 عاما والقرآن ينزل على نبينا يرسخ الإيمان ولم تنزل الشرائع إلا في المدينة فلو أمروا لأول مرة بالصلاة وترك الخمر ما استسلم لهذا الأمر أحد ولذلك فإننا لا نريد أن نأخذ الإسلام جملة فنتركه جملة ولكن علينا أن نتدرج في أخذ الناس إلى الله أخذنا رفيقا لا باللتي لا باللتي غش اللي يقدرونه غش اللي يقدرونه ولذلك جاءت خمسات تعالى الآيات وهذا خمسات تعالى الآيات خرجونا قاعدة واسمها القاعدة اللي معروفة اسمها إن القاعدة المعروفة في الأصول يقول لك مثلا التطبيق دي للأمر يكون يكون في 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 الوسع حينما يكون في وسعك أن تفعل قدرة قدرة أنت كنت تحاسب على من إلى فين توصل لما وصلت لهش لا تحاسب علي قال تعالى خمسة ديال الآيات كلها جابوا منها القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسع لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها آتاها على حساب الوسائل اللي عندك ما أوتيت من وسائل لا يكلف الله نفسا إلا وسع هذا النفس بينك وبين سيدة ربي ما قدش تصلي واقف تصلي جالس وهكذا بالصح لا يكلف الله نفسا إلا ما جاءت في الإنفاق نفع الناس وهكذا خمس آيات في القرآن وينما يصلى عسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهكذا قال رسول الله فحديث مشهور ومعرف وصحيح قال لعائشة يا عائشة اسمع اسمع لو لا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأمرت إعادة بناء الكعبة على قواعدها على قواعد إمراهيم هذه حق هذه حق حق ما نخليه وش داك الحزر جيل إسماعيل ندخله في الكعبان منه كامل لكن الله الله لأن القوم ديالك ما زال يمكن المآلات نظر إلى المآلات في الغدي المصر لأن القاعدة كتقول لا ينهى عن فساد إذا ك يؤدي إلى فساد أكبر فنتحمل المفسدة الصغيرة لدفع المفسدة الكبيرة قاعدة في غزوة الموريسية ما الموريسية بل المصطلق قال المجرم عبد الله بن أبي بن السلول لا يخرجن العز منها الأذر قال لأسيد بن حضير مرني أضرب عنق قال فكيف يا أسيد إذا تحدث الناس أنه محمد يقتلوا أصحابها شكو اللي غادي يقول له يقتل منافق الإعلام غيواجد الإعلام اللي طيح مورسي غيواجد شوك كش الناس غادي يقل بوالك خلاه حتى يتفضح وله هو اللي غادي يقول له أنت الذليل النبي هو العزيز دائما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الإنسان ينبغي أن يعذر هؤلاء